طمعنا مزعل نجل الفنان إبراهيم الصلال جمهور والده العريض مؤكدا بأن الجلطة التي أصابت رأسه قد زال خطرها في تصريح الرأي الإلكترونية أكد أن والده سيمكث في المستشفى حتى يخضع لمزيد من الفحوصات التي أقرها الأطباء للإطمئنان على حالته وشكر الصلال أهل الكويت على تفاعلهم الكبير وسؤالهم المستمر عن حالة والده